اشتركوا في القناة وقد أعرب جلالته في البرقية عن خالصه تعازيه وصادق مواساته لأخيه العاهل المغربي ولأسر الضحايا ولشعب المملكة المغربية الشقيقة في هذا المصاب الأليم راجيا جلالته المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان متمنيا للمصابين الشفاء العاجل مؤكدا جلالته وقوف وتضامن مملكة البحرين حكومة وشعبا مع المملكة المغربية في تجاوز هذه الكارثة الطبيعية داعيا الله عز وجل أن يحفظ المملكة المغربية وشعبها الشقيق من كل مكروه